وقعت مصر وسويسر إعلانا مشتركا تضمن استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر للأعوام 2017 إلى 2020 بقيمة 86 مليون فرانك سويسري حيث وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وعن الحكومة السويسرية وزيرة الدولة للشيون الاقتصادية ماري جابرييل وأضحت نصر أن التوقيع سينعكس بشكل إيجابي على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث سيشمل التعاون مجالات الاستثمار في العاصمة الجديدة ومحطات تحليات المياه والإسكان الاجتماعي من جانبها أكدت كابرييل أن أولويات سويسرا هي خلق الوظائف الاقتصاد المصري